واجهة المقرر يتيح لك نظام إدارة التعلم الإلكتروني واجهة خاصة تستعرض من خلالها محتويات المقرر الدراسي. سنتعلم في هذا الدرس كيفية فتح الواجهة الرئيسية للمقرر ومكوناتها. من خلال الصفحة الرئيسية، انقر على تبويب المقررات الدراسية. ستنتقل بك إلى شاشة تجد فيها قائمة بالمقررات الدراسية المتاحة لك دراستها الآن. انقر على المقرر الذي تريد التعامل معه، وستنتقل إلى صفحة المقرر الرئيسية. هذه هي الشاشة الرئيسية المخصصة لكل مقرر وتتكون من أيقونة الرجوع للشاشة الرئيسية للمقرر. هذا السهم يوفر لك قائمة بالمقررات للانتقال من مقررك الدراسي لمقرر دراسي آخر. هنا يظهر اسم الصفحة التي أنت فيها الآن. زر وضع التحرير، وهو خاص بالسماح للمدرس بإدارة وتحرير المقرر. هنا توجد قائمة المقرر الدراسي، وتنقسم إلى جزئين؟ الجزء الأول، وتسمى بقائمة المقرر، الجزء الثاني، وتمثل لوحة التحكم لإدارة المقرر الدراسي. تتكون قائمة المقرر من صفحة المقرر الدراسي، وعند النقر عليها تظهر لك في منطقة عرض المحتوى مكونات الصفحة من وحدات نمطية مثل رسائل الإعلام والمهام والتنبيهات الخاصة بهذا المقرر فقط. كما يمكنك الإضافة والحتف من الوحدات النمطية كما تعلمنا سابقاً. معلومات أستاذ المقرر، وتحتوي على كافة بيانات أستاذ المادة المتاحة، يمكننا التحكم بها وإدارتها من قبل أستاذ المادة من خلال شريط الأدوات. معلومات المقرر، وتحتوي على كافة المعلومات عن المقرر، مثل أهداف المقرر من مهارات ومعرفة، وتحتوي أيضاً على عدد الوحدات والواجبات والأنشطة وتقسيم الدرجات في المقرر. ولإدارة هذه المعلومات، يتم استخدام شريط الأدوات هذا. رسائل الإعلام وتشمل رسائل الإعلام الخاصة بهذا المقرر فقط، كما يمكنك إنشاء إعلام جديد من خلال الضغط على هذا الزر، وسيتم توضيحها في دروس أدوات التفاعل. محتوى المقرر، وهو يشمل كافة محتويات المقرر الدراسي من وحدات ودروس كما تظهر لنا الآن. ولفتح أي وحدة مثلاً، نضغط على اسمها في منطقة عرض المحتوى، لننتقل إلى شاشة أخرى تشمل عناصر الوحدة. كما يمكنك الإضافة والتعديل على المحتوى من خلال شريط الأدوات هذا، كما سنتعلم في الدروس القادمة. ملحوظة، زر وضع التحرير إذا كان في وضع التشغيل، فيمكنك من استخدام شريط الأدوات في إدارة المحتوى. أما إذا كان في وضع إيقاف التشغيل، فستجد شريط الأدوات غير ظاهر أمامك، ولا يمكنك الإضافة أو التعديل إلا إذا كان زر وضع التحرير في حالة تشغيل. الفصول الإفتراضية هي من أهم أدوات النظام، وهي تتيح التفاعل مع المدرس بالصوت والصورة من خلال عرض كامل للمحتوى التعليمي من خلال مناقشات تفاعلية بين الطلبة والمدرس، وهو ما يعرف بالتعلم والتفاعل التزامني، وسنتعرف عليها بالتفصيل في دروس الفصول الإفتراضية. لوحة المناقشة، وهي من أهم أدوات التفاعل في نظام التعلم الإلكتروني، وهي تسمح بالتفاعل والمشاركة حول موضوعات معينة. الواجبات، هنا ينشئ مدرس المادة، الواجبات الخاصة بالمقرر. الأنشطة، صفحة خاصة يتم إنشاء الأنشطة الخاصة بالمقرر فيها. رسائل المقرر، وهي وسيلة اتصال خاصة وآمنة تشمل البريد الصادر والوارد بين مدرسي المقرر وطلاب نفس المقرر. درجاتي، وهي غير خاصة بمدرس المادة، وستظل صفحة فارغة عنده، ولكنها خاصة بالطالب وتفيد بالدرجات التي حصل عليها. الأدوات، وهي تشمل كل الأدوات التي يمكن استخدامها في المقرر الدراسي. لوحة التحكم هي خاصة بالتحكم في المقرر الدراسي، وسيتم توضيح كل وظيفة منها في الدروس القادمة.